استدعت سلطة ميناء الجزيرة الخضراء مئات الموظفين للعودة لعملهم بالميناء الرئيسي للمدينة قبل الشروع في عودة الرحلات البحرية بشكل تدريجي نحو الموانئ المغربية. وقررت سلطة ميناء الجزيرة الخضراء عقد اجتماع موسع الاثنين الحادي عشر من أبريل بين شركات الملاحة البحرية والشحن البحري وخدمات الموانئ لتحديد موعد بدء تشغيل خطوط الركاب والسيارات من ميناء الجزيرة الخضراء وطريفة نحو يمناء طنجة المدينة وميناء طنجة المتوسط. ونقلت وكالة أوربا بريس أن هيئة ميناء الجزيرة الخضراء ستحدد تاريخ وطريقة فتح الخطوط البحرية والتي ستتم بشكل تدريجي. كما سيتم حسب ذات الوكالة تحديد شروط أخرى لعودة الرحلات البحرية فضلاً عن التنسيق فيما بين شركات الملاحة من جهة ومع السلطات المغربية من جهة أخرى حول التذاكر المشتركة. كما الشأن للخطوط الحالية التي تربط سبتا. وعبر رئيس هيئة ميناء الجزيرة الخضراء في لقاء مع الصحافيين عن سروره للمرحلة الجديدة التي ستسمح باستئناف الرحلات البحرية مع كل من طنجة المتوسط وطنجة المدينة مع تبران أن هذا أمر مهم للغاية لإعادة الحياة إلى طبيعتها. وشدد المتحدث على أن عودة الرحلات البحرية ينعش الوضع التجاري للميناء الإسباني شيراً إلى أنه سيتم تحديد تواريخ بداية الرحلات حتى يكون كل شيء جاهزاً منظماً بشكل جيد. ترجمة نانسي قنقر